أطلقت مؤسسة راعي مصر للتنمية إحدى كينات التحالف الوطني للعامل الأهلي قافلة طبية لأهالي الفرفرة وأبو نص وأبو الهول والكفاح بمحافظة الوادي الجديد تضم العديد من التخصصات للكشف والمتبع وتقديم العلاق بالمجان لأهالي المحافظة يتدلك في إطار جهود التحالف لخدمة الفئة الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا بكافة محافظات الجمهورية كما نظمت مؤسسة أبو العنين الخيرية عضو التحالف الوطني لزيارة مركز أبو بكر الصديق لعلاج الفشل الكلوي بصفت اللبن ودار نداء عمري لاستضافة المسنين بفايصل لتقديم أكثر من 300 وجبة غذائية تم تجهزها خصيصا وتحت إشراف الأطباء المعالجين لمرضى الفشل الكلوي وفي محافظة الدقاهلية قامت جماعة الأرمان الخيرية بالتعاون مع مدرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة بتنظيم معرض خيري لتوذيع أكثر من 10 ألاف قطعة ملابس وأحذية بالمجان على الفئة الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر